كشف الاتحاد العربي للحديد والصلبة على موقعه الرسمي أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول الممونة للولايات المتحدة الأمريكية بمدة الحديد التسليح خلال شهر سبتمبر الماضي ووفقا لذات المصدر نقلا عن الأرقام الأولية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية فإن واردات الولايات المتحدة الأمريكية من حديد التسليح بلغت 143.950 طن شهر سبتمبر